اللي وصلنا لفقرتنا الأولى فقرة حائط صد موسيقى في الموسم الجديد لبرنامج البيت الكبيل بنناقش قضية في حلقة يوم الاثنين يوم الاثنين كل يوم اثنين الحمد لله بنعمل قضية أول مرة كانت التحكيم وكان الحقيقة صدود عاملة ردود أفعال كبيرة جدا اللي بعدها كانت عن شكل الدوري المصري وشكل المسابقات في الموسم الجديد ثم حلقة أمس الحقيقة والإعلام الرياضي ودور الإعلام الرياضي أو الإعلام الرياضي ما بين التعصب وما بين الترند الحمد لله ردود أفعال جيدة جدا حضراتكم بتبعتولي وبتقولولي وبنسعى دايما أن احنا ندي مساحة لكل الأراء لكل الأراء ولكن للأسف ما زالت بعض الشخصيات تحاول إثارة الجدل بكلام ليس له أي علاقة بالموضوعية على فكرة يعني فيه ناس دخلت انتقدت بعض الأداء اللي بيحصل وتعلق أنا الأستاذ عفتاح حسن بالنسبة لي قيمة كبيرة جدا لما أجي أتكلم عنه ولا أشوفه يعني يمكن الجيل اللي أصغر مني شواء أو الزغيرين ما يعرفوش أستاذ عفتاح ولكن أستاذ عفتاح قيمة كبيرة جدا جدا أول استوديو تحليلي أعتقد سنة 98-99 كان الأستاذ عفتاح حسن كان هو اللي بيعمل هذا الاستوديو التحليلي في النيل الرياضة وكان معاه عظماء في أساطير كرة القدم كابتن حسن شحاته وكابتن طاهر وكابتن إبراهيم يوسف الله أرحمه كانت أسماء كبيرة جدا فلما يقول ما نهزرش يعني مثلا أنا ممكن مثلا كنت أنا قاعدة أقول للي جنبي أشرف ممدوح مثلا موجود بالح أقوله زك أشروف أخبارك إيه لا خلاص أنا كده اتعلمت من أستاذ عفتاح حسن أن أنا مش هعمل كده أن أنا لما أجي أتكلم زك كابتن أشرف زك أشرف ممكن ولكن مش هعمل أكتر من كده ما عنديش أنا شخصيا أنا شخصيا ما عنديش أي مانع أن أنا أعمل كده وما عنديش أي مانع أن أنا أتعلم من أستاذتي وأستاذتنا وكل حاجة ما عنديش أي مانع أن أنا أخذ كلامهم وأعمل أنا أعمل دبلومة في الإعلام طبعا أنا مرضيتش أقولي الكلام ده على الهوى مبلح لكن أنا وغيري أنا أتكلم علي على كل لأنه في كرة القدم أنا بابقى زعلان بصراحة عايز أقول لحضراتكم أن أنا ساعات بابقى زعلان لما لاقي واحد طلع يتكلم في الكرة وهو ملعبش كورة فطلع يقول لك ايه السنة اللي فاتت يقول لك اصله شاط التلاجة الصغيرة وهو طلع بعد المباراة عارف لهو ما عملش كده عشان ملعبش كورة فما عندوش هذا الاحساس لو ما عملش كده ما يبقاش لعب كورة مش قصدي ان ده صح ولكن اللي واحد ساعات بيبقى مدايق ومش قادر يمسك نفسه مش قادر يتحمل انه ببقى طالع وانا عايز انا شايف نفسي وحش في المطش فعايز اكمل عشان اجيب جنوة بقى كويس وادوس على نفسي وفرح جمهوري فالاحساس ده مش هيحسه في اللعب الكورة ولكن الدراسة مهمة التعلم مهم وانا بقولها هو على الهواء مباشرة الحمد لله ربنا كرمني وقدر تاخد الحاجة اتنين تلاتة وحكمل لو قادر ان انا كمل لغاية اخر عمري ان انا تعلم حتعلم انا تعلمت مبارح من كلمة قالها الاستاذ عبد الفتاح وما عنديش مشكلة ان انا اقول ان انا كنت غلطان في حاجة طالما قيمة كبيرة زي الاستاذ عبد الفتاح حسب بيكلم بهذا الشكل ما عنديش مشكلة فانا ما عنديش اي مشكلة فانا انا موضوعي جدا اللي عايز يتكلم وبحاول افتح كل الاراء تخيل حضرتك انه في حلقة التحكيم كان معايا كلاتنبرج وكان معايا نائب رئيس اللجنة الحالي كابتن محمد فاروق باذن من بريرة وانا بقول لحضراتكو على الهو وفي نفس الوقت كان معايا كابتن جهات جريش وكان معايا كابتن رضا البلتاجي وكان معايا جمال حمودي من الكاف غير ديوفنا اللي في الستوديو وكانت كل الاراء وما عنديش اي مشكلة ان انا مبارح كان معايا كابتن كريم حسن شحات انا شخصيا بعتبر واحد من الرائعين والمتميزين والمحترمين في مجاله ما عنديش منع ان احنا نقعد نتعلم ونعرف والحقيقة الكلام كان كله كلام محترم وجميل ان شاء الله هنحاول الاتنين اللي جاي نعمل لحضراتكم وانا هنا برضو بقول بقى الزميلي واصدقائي في الاعداد عايزين نعمل بعد كده فوت على قضية الاسبوع نشرك الجمهور معنا في القضية الجمهور هو اللي يختار القضية بعد الاسبوع اللي جاي عشان نقدر نزبطها ونعملها بعد الاسبوع القادم بعد الاتنين القادم ان شاء الله هنعمل فوت على القضية نختار ثلاث قضايا ونحطها لكم على سوشال ميديا وحضراتكم تعملوا فوت عليها او تقولوا انتوا عايزين القضية اللي جاي نتكلم في ايه ونتكلم فيها ونتكلم لانه في الاساس رأي الجمهور هو المهم فامبارح لما نلاقي ان الناس بتتكلم عن الاعرام الرياضي وتتكلم عن حلقة امبارح بهذا الشكل بقى سعيد جدا لما لاقي احد ضيوف البرامج في قناة محايدة طالع بيتكلم ويقول ان الاهلي من ايام جوزي بيفرغ الاندام اللي عابتها وجماعة والله الكلام ده كلام ما يصحش يتقال هو لسه حضرتك عايش في زمن منوى الجوزي احنا اللي عايشين في زمن منوى الجوزي بنحكي الحكاوي بس اشان احنا كنا عايشين فيه ولا هو الزمن توقف عند هذا الحد او عند منوى الجوزي فقط او عند النادي الاهلي لانه كلام هذا الضيف كلام منافي للحقيقة ومنافي للواقع والاحداث في زمن جوزي اذا انا شاهد على الاحداث الاهلي عمره ما بيفرغ اندام الاهلي بيساعد كل الاندام والأهل دي سياسته دايماً الأهل هو البيت الكبير هو اللي بيساعد الأهل في سياسته هو تحقيق البطولات فبيشوف إسلام بيجيب إسلام لو عايز الأهل دايماً بيعمل وفق لوائح وقوانين بكل الشفافية لأن نادي الأهل يفرغ لأن دام لعبتها ولا تعامل مع أي نادي آخر في صفقات لعبين إلا وفقاً لللوائح والقوانين المعمول بيها والأن دي استفادت من قيمة التعاقدات ولما النادي الأهل جاب فلان الفلاني من النادي الفلاني ما هو داله فلوس ما هو النادي الفلاني ده اتخذ فلوس والحقيقة أن التكرار مثل هذا الكلام هو بالنسبة لنا كلام ملوش أي معنى غير أنه هو في بعض الناس مصممة على مخالفة المهنية والموضوعية اللي احنا كنا بنتكلم فيها مبارح وحد تاني قالك إيه؟ إن مودست جاي يبطل في النادي الأهلي أوكي رأيك تحر فيه كل واحد من حقه يقول رأيه ولكن السؤالي لحضرتك أو لأي حد حضرتك بتقيم مودست على أنهي أو على أي أساس لعبت في الدوري الألماني بتتفرج؟ مش عارف طب خرجت من الدوري المصري؟ بلاش؟ عندما سئل كابتن محمد زيدان عن هذا اللاعب الواحد من أفضل اللاعبين هتكلم عنه بس بالعقل مش دلوقتي هقول لكم بالتفصيل لكن أنا بتكلم على مودست هو لو اللاعب ده متعاقد معه ناديك هتقول نفسي هذا الكلام يعني أتمنى أن الكلام ده ما يكونش كلام لمجرد أن أنت عايز مش معنى الكلام اللي أنا بيقوله ده أن ما فيش صفقة نجاحها مضمون 100% محدش يقول لي أنا جايب مارادونا وحينجح 100% محدش يقدر يقول هذا الكلام ميسي مع باريسان جيرما عمل إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة ميسي العظيم أنا بعشق ميسي وكثير بيعشق ميسي ولكن ميسي العظيم الكبير الجمد قوي لم يفعل شيء مع باريسان جيرما ممكن يروح مع ميامي تحس أن ميسي كان عليه ثق أو على صدره حاجة مش مظبوطة راح ميامي ده بيعمل حاجات خارقة زي أيام برشلونا فأنا مضمنش لحد نجاح صفقة ولكن أنا بعمل اللي علي كتيم كسكاوتينج كتعقدات كتفكير مدرب المدرب عايز لعيب فوق 180 سنتي جبنا لك قد يكون هذا تفكيره مثلا أنه عايز لعب طويل بيلعب بدماغه كويس هيعتمد على الكرات العرضية هيعتمد على الشوت ويلاقي تفهمش دماغ المدربين بيبقى فيها إيه اتعامل سكاوتينج كويس جبنا لعب بنعتبره لعب جيد السن حيبان في الملعب أنا كنت بلعب أنا عندي 35 سنة 37 سنة كمان اتقال لك إن إسلام عمل أعظم يعني أنا بلعب في الدوري المصري ما كنتش بلعب مثلا في الدوري الألماني لا في الدوري المصري قال لك إن ده كان مش عارف إيه وعمل ماتش عمره فمحدش عارف خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل خلال الفترة القادمة ونشوف إن شاء الله أتمنى كل النجاح لأنتوني مودست خلال الفترة القادمة